دعاء النذبة المبارك من حرم مولانا أبي عبدالله الحسين في يوم الجمعة اللهم صلي على محمد وآل محمد سيدي يا صاحب الزمان هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وأنا فيه ضيفك وجارك وأنت مامور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني يا صاحب الزمان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبيه وآله وسلم تسليما اللهم صلي على محمد وآل محمد اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أولياء الذين استخلصتهم لنفسك ودينك اذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا المحلال بعد أن شرت عليهم الزهد في درجاتها ذي الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكرى العلي والثناء الجلي وأهبطت علي ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك وجعلتهم الذريعة إليك والوسيلة إلى رضونك فبعض أسكمتهم جنتك إلى أن أخرجتهم منها وبعض حملتهم في فلكك ونجيتهم ومنامن معهم من الهلكة برحمتك وبعض ابتخدته لنفسك خليلا وسالك لسان صدق في الآخر أين فاجبت وجعلت ذلك علي وبعض كلمتهم من شجرة تكليما وجعلت له من أخيه ردام ووزيرا وبعض أولدته من غير آب وآتيته البيناب وأيته بروح القدس وكل شرعت له شريعة ونجت له من هراجه وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجتين على عبادك ولأن لا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله ولا يقول أحد لولا رسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا على من هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله فكانك من تجبته سيدا من خلقت وصفوتا من اصطفيتا وأفضلا من اجتبيتا وأكرم من اعتمدتا قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوضعته وأوضعته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت به إلى سمائك وأوضعته وأوضعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك ثم نصرته بالروع وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تمير دينه على الدين كله ولو كره المشركون وذلك بعد أن بوأته مبوأ صدق من آله وجعلت له ولهم أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بينات بقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وقلت إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم جعلت أجرى محمد صلواتك صلواتك علي وآله مودتهم في كتابك فقلت قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القرب وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم وقلت ما أسألكم علي من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضانك فلما انقضت أيام أقام وليه علي ابن أبي طالب صلواتك علي ما وآله ما هاد يا إذ كان هو المنبر ولكل قوم هاد فقال والملؤ أمام من كنت مولا فعلي مولا من كنت مولا فعلي مولا اللهم نوال موال وعاد من دع وانصر من نصره وأخذ من خذله وقال من كنت أنا نبيه فعلي أمير وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وحله محل عارون من موسى فقال له أنت مني بمنزلة عارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وزوج ابنته سيدة نساء العالمين وأحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا أبواب ثم أودعه علمه وحكمة فقال أنا مدينة العلمي وعلي بابها فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها ثم قال امت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي وأنت غدا على الحوضي خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك وشيعتك منابر من نور مبيضة وجوهم حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي ولولا أنت يا علي ولولا أنت يعرف المؤمنون بعدي وكان بعد الله هدا من الظلال ونورا من العماء وحبل الله المتين المتين وصراطه المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقتين في دين ولا يلحق في منقبته من مناقبه يحذو حذو الرسول صلى الله عليما وآليما ويقاتله على التأويل ولا تأخذوا في الله لو متلاء قد ودر في صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته حتى قتلنا كفينا والقاسطين والمارقين ولما قضى نحبه وقتله أشقى الأخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في العادين بعد العادين والأمة مصرة على مقته مجتمعة على قطيعة رحمه وإقصاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم المتبع وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوب إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم فعلنا طيب من آل بيت محمد وعلي صلى الله عليه ما وآله ما فليبكي الباكون وإياهم فليندوا بالنادبون ولمفلهم فلتذر في الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الزجون ويعجل عاجون أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين الحسن؟ أين الحسن؟ وصادق بعد صادق أين السبيل؟ بعد السبيل أين الخيرة؟ بعد الخير؟ أين الشموس الطالعة؟ أين الأقمار المنير؟ أين الأنجم الزاير؟ أين علام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله؟ أين بقية الله؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العدرة العادية؟ أين المعبد لقضى دابر الظلم؟ أين المنتظر لقامة الأمت والعواج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنان؟ أين المتخير لعادة الملة والشريح؟ أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدود؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاصم شوكة المعتدي؟ أين حادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد عائل الفسوق والعصيان والطغياء؟ أين حاصد فروح الغي والشقاق؟ أين طامش آثار الزيغ والأواء؟ أين قاطع حبائل الكذب والإفتراء؟ أين مبيد العتاة والمرد؟ أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاد؟ أين معزّل أولياء؟ ومذلّل أعداء؟ أين معزّل أولياء؟ ومذلّل أعداء؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليّ يتوجّه الأولياء؟ أين السبب المتصل بين الأرض والسمايا؟ أين صاحب يوم الفتح ونشر راية الهداء؟ أين مؤلّف شمل الصلاح والرضا؟ أين الطالب؟ بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب؟ أين الطالب؟ بدم المقتول؟ بكربلاء؟ ألا يا أيها العالم؟ إن جدي الحسين قتلوا عضشان ألا يا أيها العالم؟ ألا يا أيها العالم؟ إن جدي الحسين سحقوا عضشان أين الطالب؟ بدم المقتول بكربلاء؟ أين المنصور على من اعتدى لي وافترى؟ أين المضطر الذي يجاب إذا دعى؟ أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى؟ أين ابن النبي المصطفى؟ وابن علي المرتضى؟ وابن خديجة الغرى؟ وابن فاطمة الكبرى؟ بأبي بأبي أنت وأمي ونفسي لك الوقاء والحمواة يا ابن السادة المقربين يا ابن النجباء الأكرمين يا ابن الهداة المعديين يا ابن الخيرة المهذبين يا ابن الغطارفة الأمجبين يا ابن الأطائب المطورين يا ابن الخضارمة الممتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشعوب الثاقبة يا ابن الأنجم الزغرة يا ابن السبن الواضحة يا ابن الأعلام اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المأثورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من وفي أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينامات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابغات يا ابن طهاء والمحكمات يا ابن الآيات يا ابن ياسين والذاريات يا ابن الطوري والعاديات يا ابن من دنه فتدل فكان قاب قوسين يا وادنه دنوا واغترابا من العلي الأعلى ليتشعري يا ابن ياسين أي ناس تقرات بك النوى بل أي ورض تقلك أو ذرا أبرضها أو غيرها أمدي إطواء عزيز علي نرى الخلق ولا ترى عزيز علي نرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيس ولا نجوى عزيز علي تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب إن لم يخل منه بنفسي أنت من نازح ما نزح عنها بنفسي أنت أمنية شائقية منها من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنها بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من امتلاد نعم لا تضوى بنفسي أنت من نصيف شرف بنفسي أنت من نعم لا يسامى إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولى يا آي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي نجاب دونك وأناغى عزيز علي نبكيك ويغذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى هل من معين فأو طيل معه العويل والبكرة هل من معين فأو طيل معه العويل والبكرة هل من جزوا فأساعد جزعه إذا خلق هل قريت عين فزادت عيني على المذر هل إليك يا ابن أحمد سبيل أنفة القرى هل يتصل يومنا منك بعدة فنعضر متى 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 نرد مناهلك الروية فنروى متى نمتقع من عذب مائك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنقرين متى ترانا سيدي يا بقية الله متى ترانا ونراوحك وقد نشرت لواء الناس ترى أترانا نحف بك وأمتت أم الملاء وقد ملأت الأرض عدلا واذقت أعداءك هوانا وعقابا وأبرت العتاتة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واشتفت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله ربي العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب العاخرة والدنيا فأغف يا غياف المستغيفين عبيدك المبتلى وأرهي سيده وأرهي سيده يا شديد القوام وأزل عنه بلسا والجوا وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن إلي الرجعة والمنتعة اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمتا وملاذا وأقمت أولنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحيتان وسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشوداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغار وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بمت محمد صلى الله عليه وآله وعلى من اصطفيت من آبائه البرر وعلي أفضل وأكمل وأتم وأدوام وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نعاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم وأقيم به الحق وأدحظ به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه وأجعلنا ممن يأخذ بحجتهم ويمكث في ظلهم وأعنا 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 على تدية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتنا بمعصيته وأمن علينا برضاه وأبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبول واذنوبنا به مغفورا ودعانا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم وأقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة الرحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفا عمنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله علي وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا سائغا لعظ ما بعده يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآل محمد شكرا